الأسبوع اللي فات بدأنا مع حضراتكم سلسلة حلقات خاصة عن كل ما يجب معرفته عن الحمل وانا بدعو حضراتكم الحقيقة انكم ترجعوا لمحتوى الحلقة دي والحلقات القادمة حتى حلقة النهاردة سواء شفتوها او ما شفتهاش علشان يعني سواء كنتوا شفتوا الحلقة السابقة او حتى ما شفتهاش علشان يكون عندكم رصيد معرفي يعني مميز جدا من موضوعات كتيرة اوي اوي هنتكلم فيها وتكلمنا فيها الحلقة اللي فاتت مثلا بقول للناس يعني اللي ما كانوش معانا اتكلمنا عن الاستعدادات للحمل اتكلمنا عن التوقيت المناسب لحدوث الحمل عن تأخر الحمل الجنين بيتكون من ايه استمرار الحمل وتكلمنا عن اعراض الحمل ونوهنا في نهاية الحلقة السابقة ان موضوعنا في حلقة النهاردة هيكون مخصص بالكامل عن رحلة التسع شهور في الحمل وايه اللي بيحصل للجنين كل شهر الاحلام هي قوة الدفع اللي بتخلينا نتحرك بايجابية في الحياة هي اللي بتخلي نظرتنا لكل حاجة حوالينا جميلة مهما كانت الحاجة دي صعبة طفلك هو حلمك ابتدى جواكي وهو اللي هيلون حياتك وحياة زوجك باللون الاجمل يلا بينا نبدأ حلقتنا من الشهر الاول للحمل خلال الشهر الاول من الحمل بيبدأ الجنين رحلة تطوره بايقاع مذهل فرغم ان طوله لسه اقل من اربعة ملي متر الا ان معظم الخلايا والاجهزة الاساسية بتبدأ في التكون من الشهر الاول قام الشهر الاول واول الاجزاء اللي بتبدأ فيها يعني بتبدأ فيها عملية النمو على الاطلاق اول حاجة تفتكروا ايه المخ والاعصاب وبعد دا مباشرة يبدأ العمود الفقري او العمود الفقري زي ما انتم بتسموه بيبدأ في التشكل في نفس الوقت بيبدأ ظهور بدايات القلب والاوعية الدموية لدرجة اننا بنكون قادرين نسمع نبضات قلب الجنين مع نهاية الشهر الاول من الحمل وده طبعا باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتي في الشهر الاول كمان بيبدأ الجنين في تكوين السائل الاميوني اللي هيكون حواليه طوال فترة الحمل وبيبدأ كمان في تكوين الحبل السري وده اللي بيربط الرحم بالمشيمة وبتستمر قائمة الانجازات المزهلة بقى زي ما انتم سمعته اللي بيبدأها الجنين معاكي في رحلة الحمل السحرية دي وبيظهر برضو خلال الشهر الاول بدايات تكوين العنين والاذنين والفم بالاضافة لنتوءات صغيرة وهي اللي هتبقى بعد كده الزراعين والسقين ان شاء الله طبعا خلال الشهر الاول من الحمل لازم تكوني تأكدتي بشكل نهائي من وجود الحمل عن طريق اجراء اختبار الحمل سواء المنزلي او في اي مكان طبي وعايزين نطمنك ان الاحساس بالغثيان اللي هو الرغبة في القيء ما بيسببش اي ضرر على الجنين احنا قلنا كده للحلقة اللي فاتت وبنكرر اهو وهنكلمكم عن الموضوع ده بقى بتفصيل في حلقات جاية ان شاء الله لازم كمان تعرفي ان الشعور ده اللي هو الشعور بالغثيان ده هيختفي في مراحل الحمل اللي بعد كده اكيد انت دلوقتي هتخلي بالك من كل حاجة بتعمليها لانك بقيت مسؤولة عن صحة الجنين وصحتك اكتبي تاريخ اول يوم في اخر دورة شهرية قبل الحمل ده مهمة اوي انك تكتبي التاريخ ده قبل ما تنسيه وده اهميته ان عشان تقدري تحسبي مع الدكتور الموعد المتوقع للولادة طبعا فيه طرق تانية بتتحسب بالمواجهات فوق الصوتية وكذا بس انا بقولك اكتبي ده هومورك او واجب عليك يوم طبعا لازم ننبهك بضرورة الراحة بعد اي مجهود بتبزليه نصيحة مهمة اوي بلاش تميلي بجسمك لقدام او لورا فترة طويلة لان ده بيقلل الدم الواصل للرحم في مكان تكوين الجنين والمشين هقولك يعني يعني فيه ناس مثلا يعني ممكن تكوني حضرتك رجبة وسيلة مواصلات ففيه ناس كده تروح قاعدة كده عاملة كده لقدام خلاص تقولك يعني انا ارتاح يعني بدل ما كذا او ان انت مثلا بتريحي شوية تقولي انا هريح شوية كده مش هنام بس هريح شوية او ان انا ترجعي الورا لا ده في الحمل مش حلو في الشهر الاول مش حلو الفترات الطويلة ده بيقلل سواء انك تيجي لقدام او ترجعي الورا فترة طويلة ده بمكن يقلل الدم اللي بيصل الى الرحم وبالتالي المشي مياه حفظي على صحتك كمان بشكل عام بالراحة والتغذية السليمة ورجعي طبيبك قبل تناول اي دوة او قبل ما تفكري تعملي اي اجراء يعني طبي كنتي بتعمليه قبل كده بشكل عادي فاكرين لما قلتلك الحلقة الفاتت لو كان عندك مشاكل في الاسنان يعمليها خلاص لو عندك حاجة مثلا مطلوبة انك تعمليها فحص دوري وانت في الحمل بتعمليش بقى اي حاجة من غير ما ترجعي للدكتور اشتركوا في القناة